السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في درس اليوم من سلسلة الدروس التعليمية في الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع متمم مجموعة في أخرى إذن دعونا نبدأ استكشف لدينا مجموعة من الصحون والملاعق كما يظهر على الشاشة أولاً كون مجموعة الأواني ومثلها نقوم بتوزيع الأواني إلى مجموعتين جزئيتين مجموعة الصحون ومجموعة الملاعق كل على حدة ثانياً أكمل مجموعة الصحون مجموعة الملاعق في مجموعة الأواني مجموعة الصحون متمم مجموعة الملاعق في مجموعة الأواني تدرب تأمل الرسوم ثم أكمل الفراغات بما يناسب مجموعة الفراشات الزرقاء هي متمم مجموعة في مجموعة الفراشات مجموعة الفراشات الزرقاء هي متمم مجموعة الفراشات الصفراء في مجموعة الفراشات وظف أولاً تأمل الرسم وضع علامة فيه في الخانة المناسبة خبز ينتمي الخبز إلى متمم مجموعة الغلال في مجموعة الأغذية إجاص ينتمي الإجاص إلى مجموعة الغلال جزر ينتمي الجزر إلى متمم مجموعة الغلال في مجموعة الأغذية ثانياً كون مجموعتين متتمتين في مجموعة النباتات مثل ما هو واضح في الصورة يمكننا أن نتحصل على مجموعة أولى من الأشجار ومجموعة ثانية من الأظهار وبالتالي نكون قد كوننا مجموعتين متتمتين في مجموعة النباتات ثالثاً كون مجموعتين متتمتين وفق خاصية اختيارية هذه مجموعة مختلفة من الصور والمطلوب منا هو أن نكون مجموعتين متتمتين وفق خاصية اختيارية وكما نلاحظ أن هذه الصور متكونة إما من أدوات مدرسية أو أدوات ترفيهية لذا سنعتمد على خاصية الترفيه والدراسة ويكون التقسيم بهذه الطريقة ترجمة نانسي قنقر